أحسنت يا عمر رن الجرس فخرج التلاميذ واصطحبت أم عمر ابنها إلى البيت في طريق العودة شعر عمر برعشة في يد أمه وأحس حرارة مرتفعة في راحتها رفع رأسه فلاحظ شحوبا على وجهها وما إن تخطت أم عمر عتبت الباب حتى ارتمت على الفراش منهوكة القوى أسرع الصبي وهيئ لأمه متكئا ودثارا كانت تشكو من صداع أليم وسعال حاد اضطرب عمر واحتار في أمره ماذا سيفعل؟ أيتصل بأحد أقاربه؟ أم يستدعي الطبيب؟ وأخيرا استقر رأيه على مهاتفة طبيب العائلة أحضر عمر إناء ماء بارد ومنديلا مبللا ووضعه على جبين أمه ليخفف عنها آلام الحمى ثم مكث حذوها يراقبها ويلبي حاجتها إلى أن حضر الطبيب فحص الطبيب الأم وشخص مرضها ثم قدم وصفة الدواء لعمر مبتسما وقال لو لا عنايتك بأمك لازدادت حالتها سوءا اطمئن يا بني ستتعافى أمك وتعود إلى نشاطها وحيويتها الأسئلة أولا خرجت الأم لتعود بابنها من المدرسة رغم مرضها استخرج من النص ما يدل على ذلك في طريق العودة شعر عمر برعشة في يد أمه وأحس حرارة مرتفعة في راحتها رفع رأسه فلاحظ شحوبا على وجهها ثانيا كيف تعامل عمر مع ما حصل لأمه قام عمر بمهاتفة طبيب العائلة ثالثا أعدد الأعمال التي قام بها الطبيب واستدل على ذلك من النص الأعمال التي قام بها الطبيب هي كالآتي فحص الطبيب الأم شخص مرضها قدم وصفة الدواء لعمر فحص الطبيب الأم وشخص مرضها ثم قدم وصفة الدواء لعمر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر